السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو آخر دعاء لأهل الجنة تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ما فيش أجمل من اللحظة التي سندخل فيها الجنة التي أعدها لنا الرحمن سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم قال أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في البداية حبيبي لابد أن نعلم أن هناك خمس صور افتتحت بالحمد هي سورة الفاتحة، سورة الأنعام، سورة الكهف، سورة سبأ، سورة فاطر والحمد هو السلم للفوز برحمات الله سبحانه وتعالى فكلما حمد العبد ربه وشكره أكرمه الله عز وجل بالمزيد لئن شكرتم لأزيدنكم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العرض الأكبر ليوم الإيامة لما أهل الموقف كلهم بقى من مسلمين وغير مسلمين يعني يقولون من يشفع لنا لبدء الحساب لأن الناس وقفى في أرض المحشر حفاة عرات غرلا غير مختونين والشمس دنت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل ويفيد العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه أو إلى ركبتيه أو إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق والجامن موقف صعب جدا فنفسهم بس إن الحساب يبدأ ولذلك النبي عسام ليه تمن شفاعات كل الشفاعات للمسلمين معدى شفاعتين فقط الشفاعة العظمى للمسلمين وغير المسلمين بس مش لدخول الجنة إنما لبدء الحساب اللي هي المقام المحمود اللي هي الشفاعة العظمى إن النبي يشفع لكل أهل الموقف مسلمين وغير مسلمين عشان يبدأ الحساب وشفاعة تانية لواحد أصلا مش مسلم اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو طالب لأنه دافع عن النبي كثيرا ودفع عنه أذى المشتكين فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم من حديث روال بخاري مسلم حتى ينتقل من قعر النار إلى دحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أهل الموقف يطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم لكي يبدأ الحساب فيقول أنا لها أنا لها فيتوجه نحو عرش الرحمن ثم يسجد لله سجدة فيفتح الله عز وجل عليه من المحامد ما لا يفتح على غيره أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم على ملأ من الخلائق جميعا من الجن والإنس والملائكة يقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع ولذا قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أن يحمدك الناس جميعا على هذا المقام بأنه هو شفع لبدء الحساب لأن الشفع العظمى لفصل القضاء والحكم بين العباد والناس سيمكثون وقتا طويلا ينتظرون مجيء الرب سبحانه وتعالى لبدء الحساب وللفصل بين العباد فالحمد شأنه عظيم جدا عند الله ولذلك جعل آخر دعاء لأهل الجنة هو الحمد كما قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين فأكثروا من الحمد ومن الشكر لله سبحانه وتعالى فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته